موسيقى صبحكم الخير اليوم السابت 26 آب أغسطس الأمر مرافقنا اليوم من برش العقرب المائي الجو صار حلو للأبراج المائي العقرب أيضا السرطان وكذلك الحوت ومش بس اليوم مكرا أيضا كيف رح بتكون كل الأبراج منبلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم أكيد أريح من الضغوط يلي مرأت فيها في اليومين السابقين اليوم يبدو وكأنه في مجال لحتى يكون فيه تفاهم وتوصل إلى تسوية تبقى الموليد الأكثر حظا 10-11 و 12 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لألك اليوم مولود برش الثور يبدو وكأنه فيه فيه شغلتين اليوم يأما بتنرفز وبتعصب لكن فجأة بتروح النرفزي بتروح بسرعة يأما اليوم مولود برش الثور بانتظاره ارتباط وكأنه بده يتزوج بده يرتبط أو عنده احتفال جميع الأحوال ضروري تسيطر على بعض الانفعالية يلي عندك هيها اليوم يلي بعض المزاجية لحتى نهارك فعلا يكون كله فرح ومرح من أول نهار لآخره بتبقى الموليد اللي معرضة لها الانفعالات أكثر من غيرها هي موليد شهر نيسان أبريل بكمل مع برش الشوساء بالنسبة لبرش الجوساء نهار نهار سبت يعني أكتريت العالم اليوم بإيجازي هيدا نهار بشغلك بشغلك سواء انت بإيجازي قاعد بالبيت العائلة عندهم طاليب ميت شغلتين فوق بعضها بنفس الوقت عم تعملها ما بترتاح نهار فعلا متعب جسديا ويمكن حتى صحيا فضروري يكون فيه أولويات لهيدا نهار لحتى ما تتعب ولكن هناك حظوص عند مولي 12 و 13 و 14 حزيران يونيو بكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان هيدا نهاري بيحمل أخبار سارة عطلة الأسبوع ها بتكون كتير حلوي بتنبسط فيها بتفرح فيها أخبار ويمكن حتى كل شغلة بتشتغلي عليها صعبة وبحاجة إلا حظ اليوم بتحصل عليها كل التطورات اليوم بتكون لمنفعتك لمصلحتك ولمنفعت كل شخص انت عزيز على قلبك ويلي عنده حظوص سبيسيال أكتر من غيرها هي مواليد 20 و 21 و 22 تموز يوليو بنتقل لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد اليوم نهار بيكار كبلك أسبوعك عطلة الأسبوع مفروض تكون للراحة لكن اليوم مولود برش الأسد ما في راحة ما في استيراحة مشغول مشغول محملينك هم محملينك شغل ومحملينك أعباء أيضا مالية نهار متقلب يمكن تكون المصاريف لأنك انت بإيجازة مبسوط ومن كل قلبك في هيدا المصاريف لكن جميع الأحوال في بعض المزاجية فبدأك تطول بيلك خاصة مولود 15-16-17-18 أب أغسطس انتبهوا من السرعة ومن الحوادث بنت إيه لأبرش العذراء بنسبة لأبرش العذراء نهار نشيد جدا نهار فعال جدا نهار أنت بتبين فيه بأحلى حلة فكرية وجسدية وحتى طلتك بتكون جذابة من الأيام الحلوة بشهر أب أغسطس يلي بتعود فيها عن كتير من تأخير من تأخير بمعاملات بشغل بملاحقة ومتابعة لأمور متنوعة وخاصة عائلية الأنشاط يلي ما بيهدى اليوم هو مولود شهر أب أغسطس كمل مع برش الميزين بالنسبة لبرش الميزين بدوا ينتبه من بعض الالتباسات اليوم يمكن تضيع مثلا غرادك يمكن تحط الشنطة وما تعرف وين حطيتها انتبه لمصرياتك انتبه من المحتلين يلي بيجربوا يخلوك بيوقعوك بفرصة بتعتبر أنه فرصة ذهبية منا فرصة ذهمية ولا شي نهار بدك تفتح هناك ودينك كتير منيح من الالتباسات من الفوضى وأيضا من المحتلين وبتبقى بشكل خاص الأكثر عرضة لها الأمور هي موليد شهر أيلول سبتمبر كمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب بيعتبر هيدا نهار من الأيام يلي بتتغير فيها الظروف وبتنقلب الظروف تنقلب مثل الصفحات بتقلب الصفحة لصفحة بيضة ناصعة البياض إيجابية وحلوة كتير مولو برش العقرب أنت اليوم نجمك قوي مش بس اليوم بكرة أيضا من الأيام الرائعة بهيدا الشهر يلي بتقدر تتوج نهاية الشهر بطريقة ممتازة تلفط الأنظار وهناك أخبار بانتظارك وتسويات أنت بانتظارها الأكثر حظا اليوم هي موليد شهر أكتوبر بالإضافة لموليد 2021 و22 نوفمبر كمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس هيدا نهار فلكيا فارغ من الحظوص فاشل من ناحية الحظ وبالتالي هيدا نهار ما بتقدر اتراهن عليه هيدا نهار مزعج مكركب بيبهدل بيجرس بدك تقعد عائل بدك تترك شخص آخر هو يدير الأعمال إذا أنت بدك تحط حالك رأس حربي بتطلع أنت الخسران هيدا نهار اللي ترتاح فيه لما توجع راسك ترك شخص آخر زوجك زوجتك ولادك العيلة رفقاتك هن يعملوا كل الأمور وأنت يفولو أنت تبقى الموليد أكثر تعبا موليد نوفمبر 13-14-15 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي بالنسبة لبرش الشدي نهار والعان نهار ممتاز نهار إيجابي على كل الأصعي دي مولود برش الشدي مثلا البرش اللي حكيت عنه القوس بحاجة لشخص هو يدير الأعمال أنت مثلا مولود برش الشدي من الأبراج يلي اليوم مدير قادر أنك تدير مختلف الأمور وبالتالي اليوم مولود برش الشدي أنت من الأشخاص الناشحين جدا يمكن ما لك علاقة بالناس على الأقل بالنسبة لك أنت قادر تمشي نهارك بطريقة ممتازة وبتبقى الموليد الأوفر حظا كانون الأول ديسمبر 10-11-12 ديسمبر بنت إلا برش الدلو بالنسبة لبرش الدلو هيدا نهار مكركب هيدا نهار بوجع الرأس هيدا نهار بيطلب منك أنك تكون حاضر ناضر حتى لو أنت بيجازي بدك تتوقع أنه التليفون بدو يرن أو شخص بيهمك أمره بيطلب منك شغل أو شغلة معينة وما فيك ترفضة نهار متعب بنأوره لآخره حافظ على هدوء أعصابك لسيما إذا كنت من موليد 12-13-14 شبهات فبراير بنت إلا برش الحوت مولود برش الحوت هيدا نهار بيعطيك حقك عاطفيا مهنيا قانونيا حتى اليوم فينا نقول عنه لمولود برش الحوت نهاره بيقدر يتوجه ومش بس نهارك عطلت الأسبوع بالتوجه اليوم بنجاح بنجاح باهر اليوم يمكن تضطر لحتى توصل لهالنجاح أنك تدور الزواية يمكن تنازل من هون شوي من هون لكن ما رح ينقصك أبدا أي شيء بالعكس سلتك ملياني جدا وبتبقى الموليد الأوفر حظا موليد شبهات فبراير أيضا موليد 17-13-19 عدار مارس بختم مع مولود اليوم بنتظر مولود اليوم تقلبات ظروف متتالية بتخلي هذه السنة تكون سنة ناشطة وديناميكية مفروض تكون سنة ناشحة هذه السنة بتتقدم فيها خطوات كتير كبيرة لسيما على صعيد الدراسة والعمل أيضا سبتمبر كانون التاني يناير أيار مايو هنه أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر